من الوضع أن المسار الراهن خارجيا وداخليا لن يقود إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بل على العكس إلى إطالة أمد بقائهم في لبنان وبالتالي إلى تمديد الأخطار الديموغرافية والأمنية والاقتصادية التي تتعرض لها البلاد منذ عام 2011 فعلى الصعيد الخارجي الزيارة الأوروبية القبرصية لبيروت اليوم أكدت المؤكد لا قرار بالعودة حتى لا نقول ثمة قرار بالبقاء وصولا إلى الدمج والتوطين أما مساعدة المليار يورو على مدى ثلاث سنوات فرأ فيها البعض رشوة مكشوفة وهربا إلى الأمام من مواجهة الأزمة التي ستنفجر عاجلا وآجلا في لبنان وتطال شظاياها قبرص وأوروبا أكثر فأكثر أما على الصعيد الداخلي فتفاؤل في غير محله من عدد من كبار المسؤولين بدءا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليس فقط من اليوم بل منذ زيارته الأخيرة لباريس فيما الخطة الحكومية غائبة والتواصل الرسمي الجدي مع الجانب السوري شبه معدوم أما الفوضى فهي السائدة والأعداد إلى تضخم في ظل انهيار غير مسبوك للدولة اللبنانية بكامل الإدارات والأجهزة وفي مؤازات كل ذلك النيران مشتعل جنوبا على وقع الحريق في غزة علما أن مفاوضات الهدنة المتعثرة شهدت اليوم تواصلا جديدا بين قطر وحماس اشتركوا في القناة